هل أصيب ريان جيلر بجدري القردة؟ طارق الحبيب يفجرها الله لا يعيد جيل أبائنا وفايز المالكي يقول هذي نهات الشهرة يا مرحبا وسهلا فيكم في برنامجكم مين مكسر السوشال ميديا معاكم المحقق عبد المحسن اللافي تبغون تعرفون مين كسر السوشال ميديا هذا الأسبوع ابشروا عندي قنبلة ودي أقولها عادي لا أنطلق علميا يا سيدي دعني أتنفس العلم برضو لا حسافك انت بي أقول قنبلة وأصير ترند على كذا خنشوف وش قال الدكتور النفسي طارق الحبيب بآخر لقاء له مين كسر!? مين كسر مسنية مون كسر اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع هذا العلم هذا العلم اللي مو بس لا ينفع والدكتاكت ما بقدر الضغط ما عندنا مشكلة خلي العلم يتنفس بس نفسه في صالة بيتكم في المطبخ شفيه المطبخ بقدر الضغط للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا فايز المالكي أستاذ فايز بصفتك من جيل الطيبين اللي الله لا يغيدهم وش رايك باللي قالها الدكتور النفسي طارق الحبيب خذ راحتك أبو راكان بس هذا هو ردك يعطيك العافية ولا تعبت نفسك وأنا مكلمك من أمس ما جهست لك كومبلة منه ولا منه نصير تريند برضو طيب وش رايك بهاوس الشهرة هذه القنابل ولا بلاش عموما بشكل عام خلاص دعني أتنفس العلم اللي بيقوله أنه حتى الدكتور النفسي أحيان محتاج إلى دكتور نفسي بس إيش دكتور من جيل الجديدين وليس الطيبين هذول الله يأخذه يكشف عليه يدغدغا ينفسه علمه تعلمت وجمعت المال ثم سلخت من جلدك وزمانك من جد راح الطيبين والناس قالوها نكت وانا على ذيك السنين خلاص دعني أتنفس الغناية مشاهدي حرام لك أنا وصدق تلقى أغنية مناسبة لفكرة القصة قلت بس فرصة يا غني ريان جيلر الله عافيك وشافيك شفنا وجهك كل تشوهات السؤال ريان هل أصبت بفيروس جدري القردة وشوف فيما يخص القرد فأنت قلت يعني من زمان بس هل أصبت بفيروس جدري القردة خف علينا يا تحليلات وتخميلات والله ما حدر عنك والله ما حدر عنك تدرونش المشكلة إننا أخذنا العلم منه ريان جيلر هو اللي منزل هالصورة تستعبط ومنزلها آخر صورة في حسابها علشان تطلع في الترند ويجذب مشاهدات الإكسبلور كاتب جدري القرود يشدك ولما تفتح دقيقة دقيقة هذي يبيلها مكبر لا 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 كمان أكبر شوي كبر لي وسع لي تلقى كاتب في ناس ما تخاف الله تتشمت وتستهزئ فيني وتقول جدري القرود اهى الناس اللي يقولون إنه فيك جدري القرود انزعين الناس هم اللي ينزلو هالصورة بحسابك والناس هم اللي كتبوا جدري القرود بأكبر خط كبر راسك وبأكوى لون وبرضو الناس اللي كتبوا الكلام اللي فعلا مهم وبأصغر خط وبأخف لون يا ابني حتى القردة تستحي ما في إحساس ما في ضمير ما في كرامة علشان ترفع مشاهداتك مستعد تتبلع على نفسك بفايروس خوة في العالم كله بفايروس أقلق العالم كله ما صدقنا نخلص من فيروس كورونا تيجي أنت بكل برود تستهبل علشان ترفع مشاهداتك يا جماعة الحقوني نطمنكم الحمد لله إلى الآن ما تم الإعلان عن أي حالة إصابة بفايروس جدري القردة في السعودية وهالفايروس ما يعتبر شديد العدوى أصلا وما عليكم من الطفل ريان جيلر مالش هذا بس هوس الشهرة ومو غريب قبل شهرين ريان جيلر سوى نفسه ميت علشان المشاهدات والحين يبكي لأنه طاح من الدرج وأصيب بكدمات لا تمارضوا فتمرضوا ولا تحفروا قبوركم فتموتوا بالله وش تحس أكتب علشان أسير ترند جدري ريان وهذه كانت أخبار المشاهير والسوشال ميديا على فكرة تقدرون تتابعون جميع حلقاتنا الماضية في السبع مواسم من خلال صفحتنا بالسناب شات نشوفكم كالعادة كل ثلثة وجمعة الساعة تسعة بتوقيت السعودية اشتركوا في القناة